مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان خسائر بشرية واقتصادية كبيرة تم تسجيلها منذ أكتوبر 2023 وصولا إلى اليوم بالبداية إذا ألقينا نظرة على الأرقام بحسب وزير الصحة اللبناني حصيلة الضحايا وصلت إلى حوالي 1640 ضحية وبالنسبة لعدد الجرحة نلاحظ أنه تجاوز 8400 جريح هذا فيما يتعلق بالخسائر البشرية إن كنا نظرنا أيضا إلى الخسائر المادية نلاحظ أن الخسائر المتوقعة للحرب على لبنان هي بأكثر من 10 مليارات دولار بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتالي هذا يفوق نصف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في لبنان أيضا إذا نظرنا إلى خطة الطوارئ التي تم وضعها في لبنان تم وضع هذه الخطة تحديدا منذ شهر يوليو من العام الحالي وهي قائمة على توفير المؤن وتعزيز المستلزمات والقدرات الصحية وبالتالي تم تجهيز 118 مستشفى في لبنان خاصة لإحتواء الحالات الطارئة إلى جانب ذلك إذا نظرنا اليوم إلى عدد النازحين من جنوب لبنان رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة اعتبر أن حوالي مليون لبناني نزحوا من جنوب لبنان منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري إلى جانب ذلك أيضا إذا نظرنا إلى القطاع الزراعي الذي تكبد خسائر كبيرة بلبنان نلاحظ يعني احترق 2400 دونم بشكل كامل من المساحات الزراعية 6500 دونم أيضا تم احتراقها بشكل جزئي وبالتالي إجمال الصادرات الزراعية يعني هي سنويا 94 مليون دولار من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير وبالتالي إجمال الخسائر المتوقع بتتفقات العملات الأجنبية هو عند حوالي مليار وستمائة مليون دولار إلى جانب ذلك أيضا اليوم الخسائر المتوقع لعائدات السياحة يعني بحسب الدراسة لبركز مبادرة السياسات بلبنان من المتوقع أن يكون هناك انخفاض لعدد السياح تقريبا بمقضاء 900 ألف شخص نتحدث بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 أخيرا أيضا نذكر بنسبة لحركة الطيران 30% إلى 40% هي نسبة الانخفاض بحركة السفر بمنتصف سبتمبر وذلك مع توقف حوالي 30 شركة طيران لرحلاتها من وإلى مطار بيروت ترجمة نانسي قنقر